ومن أهاء عشان كده من أهم وظائف الأجازة في حياتنا إن هي بتحررنا من أسر الضغوط اللي سببها الإفراط في الأشياء وكمان التفريط في الأشياء فالأجازة ما تخلناش عبارة عن عبيد ليه أوهمنا عن الحياة لأ نتحرر من ده ونحس بإن إحنا معانا مدد الله سبحانه وتعالى فما تخليش أوقاتنا كلها أوقات ضغوط وأوقات تعب ويبقى جهدنا كله في الحياة في جانب واحد بس لا بتتوسع نظرنا وعشان كده أنتوا عارفين من أكتر الحاجات اللي بتعمل له أجازة إن نتخرجنا من ضيق النظر ولذلك هو ضيق الرزق من قسر النظر فنخرج من ضيق ده فنعمل إيه؟ فنشتغل طول الوقت وما ننساش علاقاتنا آه الأجازة تيجي وتفاد جدد علاقاتنا بس إحنا في الأغلب بنعمل إيه؟ بنشتغل وننسى علاقاتنا فتيجي الإجازة وترجعنا للوضع الصحي اشتغل بس ما نتنساش علاقاتك أو ننسى إن إحنا نهتم بصحتنا الإجازة تخلينا لا ده إحنا بنأكل بشكل متزن وكمان بنتحرك وكمان بن... آه يبقى الإجازة كمان قامت بدور إيجابي جدا 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 بإن إحنا تخلينا بنقف على باب الاتزان وبتخلينا كمان ندوء النعمة نعمة ربنا علينا في كل الحياة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ده علمنا إن إحنا أي حاجة بترجعنا للاتزان ومعرفة الحقوق اللي موجودة في حياتنا ده شيء من قبيل الراحة والسعادة زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن لنفسك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فاعطي لكل ذي حق حقا فالأجازة بترجعنا تاني إلى إيه؟ بترجعنا إلى عالم الاتزان في بعض الناس بيحس إن الأجازة بتخرجوا عن الحياة فيبقى تقيل عليه أو إنه ويرجع للعمل لأنه ممشيش بفكرة الاتزان دي اللي هي فكرة إيه؟ إن أنت الأجازة لها وظيفة إن هي تحسسك بنعمة ربنا فلما تروح الشغل كل ما حد يجي يضط عليك تقوله إن معي يا ربي ساهدين رب اللي أسعدني في الأجازة مش هيخليني أحس بأن الضغط اللي في العمل ده هو دوت هو دوت التأثير الموجود الأساسي في حياتي ما حد لش هيقدر يتحكم في حياتي ربنا أخرجني من هذا الأس فأنا مش أسير لحد فإن اللي حاصل فأحس إن كل الضغوط اللي عندي دي ممكن أشوفها بشكل تاني من باب نعمة ربنا سبحانه وتعالى فالأجازة مسؤولة عن تقديد علاقتنا بنفسنا وتقديد علاقتنا باللي حوالينا بدلا ما إحنا شايفين العلاقات فيها أسر وعبودية لا نشوف العلاقات بتحرف ونشوف العلاقات كمان بمدد من الله سبحانه وتعالى ونساعة نحس إن الأجازة جاية عشان تنغمس في العيش بلا حول ولا قوة إلا بالله فتبقى الأجازة جزء من جددوا إيمانكم بذكر لا إله إلا الله فتبقى الأجازة جاية عشان ما أقول لا يومين ثلاثة ولا ساعتين ثلاثة ولا أعدى مع الأهل تخليني أرجع تاني أحب الحياة وأشوف الناس بشكل تاني آه لإني ده مدد ربنا سبحانه وتعالى فالأجازة بتجدد أزهاننا ونشاطنا وبتجدد نظرتنا للحياة وبتخلينا قادرين نفكر بشكل أحسن وعيد النظر في حياتنا كلها ونقيم اختياراتنا فنعدل ونختار بشكل تاني يا سادة الأجازة من أهم الحاجات اللي احنا بتعلمهن إن الأجازة باب لي باب مفتوح واسع جدا جدا للتعرض للنفحات الله الأجازة بتعلم ده إن احنا نتعرض للسعادة أنا دايما بقول لما بنسمع قال إن لله في أيام دهريكم للنفحات بحس جدا 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 إن الأجازة فيها نفحة نفحة إيه؟ مش نفحة الهوى اللي بشوفه وأنا مسافر لكن نفحة إن ربنا بي سبحانه وتعالى بيقول لي اللي أنت كنت تفكره آخر الحياة وأن أنت خلاص بقيت شغال في سقية الحياة أو ابنك حس خلاص إن الدراسة دي تهي عبارة عن شبح بيلحقه في كل وقت إحنا خرجنا من بيت الأشباح ده خرجنا وتحررنا من ده وعرفنا إن كل ضغط ليه راحة بعده وليه سعادة بعده فتعلمنا المعنى ده للحياة فتعلمنا إن إحنا نضيف لحياتنا قيم جديدة تسعدنا وتفرحنا وتخرج أحسن ما فينا